اشتركوا في القناة حالة الجو خلال الفترة القادمة في المملكة الأردنية الهشمية نأتي لكم اليوم في هذه النشرة مع ثلاثة أخبار مفرحة الحقيقة في سياق النشرة الجوية نسترد معكم الخبر المفرح الأول وهو انحسار الأجواء الباردة التي عاشتها المنطقة والجافة في آن واحد هذه الأجواء الجافة والباردة سببها بعدما شئت الامتداد المرتفع الجوي السايبيري من مناطق وسط روسيا باتجاه نحو غربها ولاحقا إلى منطقة بلاد الشام وشرق البحر الأبيض المتوسط عملت على سيادة أجواء باردة وجافة في منطقة بلاد الشام وعلى نشوء أحوال جوية غير مستقرة في شبه الجزيرة العربية هذه الأحوال الجوية سوف تنحصر خلال اليومين القادمين ليحل معها بمشيئة إلا احتمال متزايد لتأثر المملكة وسائل المنطقة مع أول منخفض جوي شتوي الطابع لهذا الموسم المطري وهذا هو الخبر المفرح الثاني نستعرض معكم خلال هذه الخريطة كيفية نشوء هذا المنخفض الجوي هناك مرتفع جوي منتوقع أن يسيطر على مناطق واسعة في غرب ووسط القارة الأوروبية مما يعمل الدفع بثلسلة من الكتل الهوائية الباردة والرطبا من شمال القارة الأوروبية نحو وسطها ولاحقا مناطق جنوب شرق القارة الأوروبية هذا الأمر بالتزامن مع وجود مرتفع جوي فوق شمال القارة الأفريقية يعمل على تشكل منخفض جوي بمشيئة الله في حوض جزيرة قبرص ويتحرك نحو الشرق باتجاه المملكة ليسيطر عليها مع بدءا من أيام الأربعاء وامتدادا نحو السبت القادم هذا المنخفض الجوي يتميز صراحة بعدة أمور الأمر الأول هو غزارة الأمطار المتوقعة معه مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة لا سيما في شمال وسط المملكة بالإضافة طبعا إلى مناطق فلسطين سوريا لبنان الأمر الآخر هو شدة الرياح المرافقة له بحيث ممكن أن تبلغ سرعة بعض الهبات المرافقة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة ما يزيد عن 100 كيلو متر في الساعة وهذه سرعة رياح كبيرة وهائلة جدا أما الأمر الآخر فهو انخفاض في درجة الحارة لنعود نعيش الأجواء الباردة الشتوية الرطبة هذه المرة أما الخبر المفرح الثالث وهو بعد مشيئة الله كما تلاحظون من خلال هذه الخريطة استمرار تمركز المرتفعات الجوية في مناطق غرب القارة الأوروبية مناطقة بريطانيا هذا يؤدي بعد مشيئة الله إلى اندفاع سلسلة من الكتل الهوائية الباردة من مناطق شمال القارة الأوروبية نحو المنطقة الشرقية كما تلاحظون من خلال هذه الخريطة هذه الخريطة تعنى بالأحوال الجوية المتوقعة لغاية منتصف شهر ديسمبر القادم أردنا معكم بالنشرة السابقة إلى تزايد المؤشرات إلى استمرار الجفاف في المنطقة لكن تغيرت هذه المؤشرات بحمد الله هناك مرتفع جوية سيسيطرة على القارة الأوروبية توجه لكتل الهوائية باردة رطبة إلى شرق القارة الأوروبية هذا لا يعني بالضرورة تمركز منخفض جوي أو تولد منخفضات جوية وكتل الهوائية باردة فوق منطقتنا لكن هذه المناطق السابقة الذكر تعتبر المزود الرئيسي لمنطقة بلاد الشام وسائر شرق البحر الأبيض المتوسط بالفعالية الجوية الشتوية شتاء هذا يعمل على زيادة فرص تأثيرنا بالمنخفضات الجوية خلال شهر ديسمبر القادم بمشيئة الله منخفض رحمة على المنطقة ومنخفض وموسم خير نتمنىه إلى جميعكم كان معكم الدكتور أيمن صوالحة وسوافيكم الدكتور الجمال الموسى خلال اليومين القادمين بتفاصيل أوفوا عن الحالة الجوية دمتم برعاية الله اشتركوا في القناة